موسيقى الثامنة من الميادين وتتابعون فيها موسيقى بغداد محطة زيارات الملك الاردني ووزيري خارجيتي فرنسا وإيران موسيقى عقب لقائه الحريري مساعد وزير الخارجية الامريكي يهاجم حزب الله وقلق في البنتاجون من تسبب بولتون بحرب بين واشنطن وطهران الفلسطينيون يدخلون مسجد قبة الصخرة بعد التصدي لقوات الاحتلال ودائرة الأوقاف الإسلامية تدعو إلى الإفراج الفوري عن حراس الأقصى الثورة ما زالت والثورة لم تمت ونتمنى أن الكلمة هذه توصلت تونس تحيي الذكرى الثامنة لثورتها دعوات للحفاظ على الإنجازات وانتقادات لاستمرار تردي الوضع الاقتصادي موسيقى الذي أكد أن العراق وإيران يشكلان ثقلا كبيرا وتأثيرا مهما في الساحتين العربية والإقليمية وكان الرئيس العراقي استقبل الملك الأردني في أول زيارة له إلى بغداد منذ أكثر من عشرة أعوام الطرفان يكد خلال اجتماعهما عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة التي تربط العراق والأردن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقبل بدوره الملك الأردني وأكد مكتب عبد المهدي في بيان صادر عنه أن الطرفين بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين زيارة الملك الأردني تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان لبغداد عقد من الزمن مضى على آخر زيارة له الملك الأردني في بغداد من جديد زارها في العام 2008 يوم خرق الجمودة العربية تجاهها عندما أصر العرب على ابتعادهم عنها يزورها اليوم قبل اندفاعة دبلوماسية عربية وأجنبية ليس لظروف بغداد فقط بل بحكم تسويات تحكم ملفات المنطقة علاقات بغداد وعمان على رأس الاجتماع الثنائي لكن ملفات المنطقة وما هو أبعد من حدود العراق والأردن المشتركة له الحصة الكبرى جدول الأعمال المزدحم لضيف بغداد لم يتسع حتى لتعليق منه أو ربما أن الوقت لم يحم بعد لإعلان التقاطع مع مواقف بغداد وتطورات المنطقة الملف المشترك بين كل هذه الزيارات بالخطوة الأولى هو ملف الانسحاب من سوريا كل دولة تحاول أن ترتب أوضعها في المرحلة القادمة في شأن الوضع السوري ويعتقدون أن العراق ربما يلعب دور مهم في هذا الاتجاه زحمة دبلوماسية في بغداد وزير الخارجية الإيراني ينتقل منها إلى أربيل ليعود إليها من جديد وزير الخارجية الفرنسي هو الآخر وصلها لينتقل إلى النجفي وأقليم كردستان كلاهما جدول زيارة الرئيسين الإيراني والفرنسي إلى العاصمة العراقية تمهيد للقاءات على مستوى عال فرضتها تطورات متسارعة لتحديد مواقف أوضح تطلق من بغداد استقرار المنطقة يسهم في استقرار بلدان وازدهار هذه المنطقة بشكل عام نتمنى أن تكون المنطقة بشكل كامل مستقرة وتسودها العلاقات الودية المتبادلة العلاقات الأخوية ما بين البلدان المتجاورة تحتاج بغداد إلى زائريها نعم هذا صحيح لكنهم اليوم بحاجة إليها وإلى دورها لم تتغير الرؤية العراقية لملفات المنطقة بشكل استراتيجي ولا جديد لدى بغداد بل جاءها المفادون عربا وأجانبا ليشاركوها بالمتغير الجديد دور محوري يريد العراق استعادته ومنه يريد الضيوف أن يفاتحوا من قاطعوهم وشيئا من التسهيلات في أعمال المدن المحررة عبدالله بدران بغداد المياد إذن مشاهدين العديد من النقاط أثارها زميل عبدالله بدران في تقريره زيارات ديبلوماسية حراك ديبلوماسي غير مسبوق دور محوري يسعى العراق لاستعادته كما ختم الزميل عبدالله في تقريره عن هذه الزيارات عن هذا الدور الذي يسعى العراق إلى استعادته وكل هذا الحراك الذي تشهده بغداد ينضم إلينا المتحدث باسم الرئاسة العراقية الأستاذ لقمان الفيلي هو معنا مباشرة من العاصمة العراقية لندخل معه أكثر في تفاصيل هذا الحراك الديبلوماسي الغير مسبوق أستاذ لقمان أهلا بك على شاشة الميادين بداية أستاذ لقمان كما ختم الزميل عبدالله بدران لأن العراق كما هو يحتاج إلى هذه الدول اليوم التي تقوم بزيارته هي أيضا بحاجة إليه وهناك كلمة إذا يمكن وصفها بالكلمة المفتاح أن العراق يسعى إلى استعادة دوره المحوري هل فعلا العراق من خلال هذا الحراك الدبلوماسي الغير مسبوق في مطلع هذا العام الذي تشهده العاصمة العراقية بغداد يسعى لاستعادة هذا الدور وليست هذه زيارات فقط تقتصر على العلاقات الثنائية ما بين العراق والضيوف الذين يفدون إلى العراق بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على استضافة أهلا العراق يبحث عن دور مهم لحاجة المنطقة إلى العراق العراق يبحث عن دور مهم لحاجة العراق إلى المنطقة العراق دولة مهمة بيثقلها بجيو سياسيتها بوذنها الاقتصادي تاريخيا كانت من محور المنطقة الآن ضروري أن يعاد النظر بهذا العمل وتفعيله العراق الآن انتهى من حرد داعش حرر الأراضي المجتمع ككل تحرك على هذا الملف الآن المجتمع يبحث عن رفاه يبحث عن استقرار يبحث عن استقراره في المنطقة الحكومة الجديدة هادفة تعمل وتسعى لتقوية العلاقات مع دول الجوار على مستوى الثنائي وعلى مستوى التعددي أيضا فزياراتنا إلى دول المنطقة وزيارة اليوم مثلا كان أمثل على زيارة فخامة جلالة الملك ووزير خارجي الإيراني هي رد على زياراتنا إلىهم فبالنتجة هو النوع من الحوار البناء للبحث عن المشكلات المشتركة والبحث عن تحديات المنطقة كملف السورية مثلا أستاذ لقمان هي تبادل زيارات فقط أم أنه أيضا مرتبطة ربما بالوضع الاقتصادي والبعض يقول أنها حتى مرتبطة بالوضع العشائري في العراق خاصة أن هناك حدود مشتركة ما بين الأردن والعراق من المعروف أنه تاريخيا للأردن علاقة قوية مع العشائر غرب العراق هل سيكون للأردن دور أيضا مع العشائر لتثبيت وتقوية أواصر الاستقرار في العراق وتقريب أكثر وجهات النظر ما بين المكونات العراقية خاصة أن الملك الأردني سيكون له لقاءات أيضا مع شخصيات سياسية عراقية لقاءات الملك الأردني مع شخصيات سياسية لقاءات الوضع العراقي أنه ذهب العمان مع شخصيات معنية بالحراك الجانب الاقتصادي أو السياسي هو شيء طبيعي لتقوية العلاقات الملف هي من بغداد الملف هي من عمان طبيعة الحوارات معنية بتقوية العلاقات التنائية معنية بالبحث عن مشتركات مثلا مناطق صناعية حرة تحديث عن بايبلاين من بصرة إلى عمان ثم إلى قد تكون إلى مصر أو غيرها فبالنتيجة البحث عن ملفات المشتركة أكثر من البحث عن جانب المحلي إذا صح التعبير أردن مرحب بها أن تقوي علاقاتها مع كل أنواع العشاء ولكن في نفس الوقت لا أعتقد هذا كان أي محور من نحاول الحديث بل الحوار كان حول تقوية العلاقات والبحث عن المشتركات متعلقة بالجاليات نعم متعلقة بالسمات الدخول لرجال الأعمال متعلقة بالطاقة ملفات مهمة معنية أنها هيك عن مثل ما ذكرت من تحديات المنطقة الملف في سوريا الانسحاب الأمريكي القريب الحصار ضد جمهورية إسلامية في إيران الحديث عن هذه القضايا هذه ملفات ضرورية أن نبحثها مع جراننا الإيرانيين أو مع جراننا الأردنيين طب أستاذ لقمان ما هو الدور تتحدث عن موضوع انسحاب الأمريكي من سوريا وكان هناك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعراق بداية ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق فيما خص هذا الانسحاب دولة جارة إذن خطر الأمن العراقي في خطر يكون إذا كان هناك إحياء معين إلى داعش داعش انتهت عسكريا آديولوجيا وآمنيا ضروريا أن تعالج التحدي الموجود في سيناء التحدي الموجود في دول المنطقة في سوريا موضوع الإرهاب وخطرها على تركيا مثلا هذه كلها ملفات ضرورية أن تخذنا نظر إعتبار زيارتنا إلى تركيا تحدثنا عن موضوع في سوريا زيارتنا إلى الأردن تحدثنا عن تواصلنا المباشرة مع الحكومة في سوريا وكيفية تقوية العلاقات الباحث عن أمن الحدود المشترك هذه قضايا ضرورية وآنية معنية بأمن العراق فهذا الحراك الدبلوماسي وهذه الحيوية والفعالية الدبلوماسية هي منطلقة من قاعدة أولويات العراق أولويات العراق إعادة العافية إلى الدولة وتقوية علاقاتها الثنائية وعلى غرارها العمل على استقرار المنطقة أستاذ لقمان بما أنك ذكرت سوريا والحوارات التي تجري إن كان في تركيا وعدة مناطق تقول أنه يتم الحديث عن سوريا هل يلعب العراق دور ما ما بين سوريا وبعض الدول خاصة أنه كان هناك زيارات لمسؤولين عراقيين إلى سوريا والعلاقة بين العراق وسوريا أيضا كانت علاقة طبيعية طوال سنوات الماضية والعراق هو من الدول التي رفضت أي تدخل عسكري في دول جوار العراق هل لعبتم أي دور فيما خاص علاقات سوريا بمحيطة أو حتى علاقات ربما الدولة في سوريا وبعض الأطراف في المعارضة السورية استقرار سوريا الداخلي مهم احترام السيادة السورية مهم عندنا أمن سوريا من أمن العراق والعكس أيضا حواراتنا المستمرة مع سوريا معنية في ملفات الإرهاب معنية في ملفات أخرى مهمة اقتصادية فبالنتيجة تواصلنا المباشر مع الحكومة في سوريا تواصلنا المباشر مع الأطراف المعنية بالاستقرار في سوريا مهم إنا والسوريا تقدر هذا الشيء هل العراق يتدخل في الشأن السوري؟ أكيد لا الدستورنا يمنع هذا الشيء ونحن عندنا قرار عراقي بالابتعاد عن هذا النفس السابق العراق يبحث عن استقراره هناك مشكلة متعلقة بالأمن الحدود بين البلدين داعش حاولت أو تحاول أن تعيد إحياء نفسها ضروري أن نتعامل مع سوريا لأن البديل كما لاحظنا سابقا داعش أو جبهة النصر أو أي منظمة تكفيلية إرهابية ضروري أن نتعاون لإخمادها وضروري أن نتعاون لاستئصالها أستاذ لقمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أيام أيضا زار بغداد ضمن جولة شرق أوسطية يقول الرجل أنه كان ينقر رسالات اطمئنان للدول التي زارها ما هي الرسالة التي أبلغها بومبيو إلى المسؤولين في بغداد أموما كانت الزيارة إلى العراق وزيارة إلى المنطقة استمرار إلى نهج أمريكي بالابتعاد عسكريا قدر الإمكان الخروج من سوريا كان قرار أمريكي رسالة إلى المنطقة أن أمن العراق سيبقى مهم للولايات المتحدة التعاون الأمني بموضوع داعش اتفاق إطاري استراتيجي تقوية العلاقات هذا سيستمر هناك ملفات مهمة معنية بالجانب الاقتصادي بين البلدين الرسالة الأساسية كانت أنه مع خروجه من سوريا هذا لا يمنع وضروري أن لا يمنع تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى الأمني والاقتصادي والسياسي بما أن نتحدث عن الولايات المتحدة أستاذ لقمان وخاصة أن العراق رفض في كل السنوات الماضية أن يكون منصة ضد أي من دول الجوار الولايات المتحدة دعت الشهر المقبل إلى اجتماع في وارسو في الرابع عشر من شباط هي قالت صراحة أنه موجه ضد إيران في حال تم توجيه دعوة إلى العراق لحضور هذا المؤتمر وهو يأتي أيضا من ضمن الحراك الدبلوماسي للتشهد بغداد كيف سيتعامل العراق خاصة أنه حتى لبنان هناك مفد أمريكي في لبنان ديفيد هيل طلب من لبنان أيضا أن يحضر في هذا المؤتمر كيف سيتعامل العراق في حال طلب منه أن يشارك في هذا المؤتمر في مؤتمر وارسو لدينا رغبة وقرار علاقي بتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة ولدينا قرار عراقي بأن إيران جار استراتيجية لنا أيضا طبيعة العلاقات على مستوى الاقتصادي السياسي والاجتماعي وغيرها مع الجمهور الإسلامية في إيران قوية وهناك قرار عراقي بتقويتها صحيح هناك تحدي حقيقي بالمنطقة متعلقة بالضغينة أو التوتر الموجود بين الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة مع الجمهور الإسلامية علاقيا بنفسه قدر الإمكان يسعى لتقوية العلاقات يسعى أن يكون رابط بين الدول أو عنصر إيجاب أو عنصر نجاح بين الدول سنستمر على هذا النهج هذا النهج هي حقيقة جيوسياسية جيو اقتصادية وهي حاجة المواطن العراقي كفانا أن نكون مع معسكر ضد معسكر سلامة المواطن العراقي وحماية حدود نهيين أولوية وهذا هو المنطلق لعلاقاتنا مع كل الدول حتى الولايات المتحدة الأمريكية أفهم من كلامك أن العراق في حال وجهت إليه الدعوة إلى اجتماع وارسو لن يشارك في هذا الاجتماع انطلاقا من حسن الجوار وأن لا يكون منصة ضد أخر العراق لا يريد أن يكون العراق لا يريد أن يكون طرف سلبي ضد أي طرف آخر هناك تحدي حقيقي سابقا ومستمر بتوتر العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية إسلامية العراق قد تضرر من هذا الشيء العراق سوف لن يكون طرف ضد أي طرف في هذا المعادلة هل هناك عقوبات غيرها من الأمور هذا سيدرس ولكن هل العراق عند قرار أن يبتعد نعم العراق ينقى بنفسه وهناك تقوية العلاقات مع كل الدوار العلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة هدف عراقي واضح العلاقات أيضا مع جمهورية إسلامية سابقا العراق كان يحسن إدارة هذا الملف وسنستمر بحسن إدارة هذا الملف بما أن نتحدث أيضا عن أن هناك علاقات جيدة مع إيران الوزير الخارجية محمد جواد ضريف في بغداد على رأس وفد كبير واضح أن الرجل يريد أن يبحث أمور سياسية وأيضا أمور اقتصادية لأي مدى ممكن أستاذ لقمان اليوم أن تكون العلاقات الاقتصادية ما بين العراق ويستطيع العراق أيضا أن يكون له علاقات اقتصادية متينة وتخدم مصالحه مع إيران في ظل ما تهدد به الولايات المتحدة بفرض عقوبات أحيانا على من يتعاون مع إيران على عدة مستويات هل هناك خطة عراقية لمواجهة هكذا عقوبات تقوية العلاقات الاقتصادية العراق لديه قرار أن يكون محط التقاد كل دول الحديث مع الجمهور الإسلامية في تقوية السكاك الحديد تبادل الاقتصادي التجاري الوصول إلى التفاهمات على ملف السياسي سنستمر معهم سنستمر مع الأتراك في الأسبوع الماضي كان فخامة الرئيس في تركيا وكنا في قطر سننفتح على الكل في هذا الموضوع هذه حاجة حقيقية الولايات المتحدة دولة مهمة دولة عالمية صحيح ضروري أن تكون على علاقة إيجابية معها ولكن في نفس الوقت الواقع الجغرافي يفرض نفسه على العراق الحدود ناهيك عن رغبة العراق بتقوية العراقات مع دول الجوار يعني ممكن أن إذا أردنا أن نأتي بخلاصة من الكلام الذي تفضلت به أن العراق يريد أن يكون ساحة طلاقي أن يكون ربما جسر لطلاقي هذه الدول المتنازعة هل يمكن أن نتطور ذلك أستاذ لقمان لحصول تسويات ما يكون العراق ربما أحد عربي هذه التسويات أستطيع أقول بإطمئنان وأنا كنت استفير في واشنطن لمدة من الزمن أن العلاقات العراقية الأمريكية في موضوع إيران أيضا كان نقطة التقاء لم يكن نقطة خلاف ضروري أن يستمر بهذا النفس ضروري أن نبحث عن المشترك الإرهاب داعش كان خطر على كل المنطقة تهديد إلى كل أمن المنطقة بل أمن العالم ككل هذا كان مثال العامل الاقتصادي وأهمية العراق على مستوى الطاقة ضروري أن يكون حاجة الولاة أن تعكس إلى العالم أن العراق دولة مهمة ضرورية أن نسمعها من عدنهم ونفس الشيء من قبل إيران ضروري أن نفهم من طهران أن عراق دولة مهمة وهذا ما سمعناه اليوم من الوزير سمعناه أسبوع الماضي من الوزير الأمريكي هذا مؤشرات جيدة علينا حسن إدارة هذا الملف أستاذ لقمان هذا تحدي ليس بصغير ولكن إن شاء الله سنحسن الأداء عندما تقول نقطة التقاء ما بين العراق والولايات المتحدة وأنت كنت سفير في الولايات المتحدة فيما خاص إيران كيف ذلك؟ كيف كانت نقطة التقاء ما بين العراق والولايات المتحدة؟ موضوع داعش موضوع داعش موضوع بناء العراق ككل موضوع المعادلة السياسية بعد 2003 اعتراف إيران كانت من أول دول اعترفت بالعراق الجديد بلايات المتحدة من أكثر الدول دعمت العراق الجديد هذه نقطة التقاء فلماذا لا نستفاد من هذا الشيء؟ البحث عن استقرار العراق كان نقطة التقاء الملاحظة الأساسية أن المواطن العراقي الدولة مسؤولة عليه الدولة مسؤولة على رفاها الدولة مسؤولة على هذا الشيء وبالتالي سنسعى لعمل جهدا على توطيد هذه العلاقات مع هذه الدول نبحث عن المشتركات أستاذ لقمان تحدثت في بداية حديثك أن هناك علاقات تريدون أن تكون جيدة مع سوريا تريدون أن تكون دولة أيضا قوية أنت الناطق الرسمي أنت الناطق باسم الرئاسة العراقية انطلاقا مما تفضلت به وحرصكم على العلاقات مع العراق ومحيطه هل يمكن أن نرى الرئيس برهم صالح في زيارة إلى سوريا خاصة أنه كان هناك حديث ومعلومات كثيرة تتحدث عن ذلك هناك قرار علاقي بالتواصل مع الكل زياراتنا إلى دول الجوار ودول المنطقة ودول المهمة لم تنتهي زيارات الرئيس كانت تعريفية بالحكومة الجديدة هناك تواصل مستمر مع الحكومة في سوريا هناك قرار علاقي باستقرار سوريا وأمن سوريا من أمن العراق وبالعكس أيضا مسؤولين عالي مستوى ذهبوا من العراق من بغداد إلى دمشق وهذا سنستمر تاريخ الزيارة لم يحدد كما ذكرت أنا سابقا رسميا ولكن هل هناك رغبة بتقوية العلاقات نعم هناك رغبة بتقوية العلاقات العلاق يرحب برجوع سوريا إلى المجتمع العربي إذا صح التعبير وهذا سنستمر عليه سؤال أخير هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الرجلان موجودان في بغداد وهناك تحضير لزيارات للرئيس الفرنسي وللرئيس الإيراني حسن روحاني هل تم تحديد هذه المواعيد بالنسبة للزيارتين إلى العراق استجابة إلى دعوة قدمها فخامة الرئيس إلى الرئيس الروحاني اليوم استلمنا رسميا الإجابة بهذا الشيء وهو إن شاء الله سيكون قريب بخصوص مجدد الرئيس الفرنسي الجدول لم يحدد لحد الآن ولا أتوقعه أن يكون قريبا شكرا جزيلا لك الناطق باسم الرئاسة العراقية على العكس بل عفوا على العكس عفوا بل على العكس أن هناك دعوة إلى فخامة الرئيس لزيارة باريس أشكرك جزيلا شكر الناطق باسم الرئاسة العراقية الأستاذ لقمان فيلي حدثتنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد اعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل أن لبنان وحده يحق له الدفاع عن نفسه وأن على الشعب اللبناني اتخاذ القرارات الكبيرة وفي تصريح له من بيت الوسط في بيروت عقب لقائه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قال هيل إنه لا يجوز أن يكون هناك ميليشيا خارج الدولة تهدد الاستقرار وفق تعبيره واصفا حزب الله بالمنظمة الإرهابية هيل قال إن نوع الحكومة التي ستؤلف مهم للجميع ندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لتأمين الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي في لبنان نواصل بذل الجهود لمواجهة الأنشطة الخطيرة في المنطقة ومنها تمويل المنظمات الإرهابية كحزب الله لبنان وحده يحق له أن يدافع عن نفسه وهذا هو حق للدولة اللبنانية وحدها ولا يجوز أن يكون هناك ميليشيا خارج الدولة تقوم بحفر الأنفاق على الخط مع إسرائيل أو جمع ترسانة من مئات الصواريخ تهدد الاستقرار في المنطقة المجتمع الدولي يراقب عن كثب الموضوع تأليف الحكومة وهو يعود إلى لبنان وحده ولكن نوع الحكومة التي سيجري تأليفها مهم للجميع نظرا لاهتمامنا بالحقيق الاستقرار في لبنان نشجع حكومة تصريف الأعمال على مواصلة عملها للحفاظ على الاقتصاد ومنع المزيد من الضرر في البلاد أبدأ مسؤولون في البنتاجون قلقا متزايدا من أن تؤدي تصرفات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى اندلاع حرب بين واشنطن وطهران وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الصحيفة قالت أن البنتاجون رد على طلب بولتون إعداد خطة لشن هجوم على إيران بطرح عدة خيارات بما في ذلك شن هجوم جوي عابر للحدود على منشآت عسكرية إيرانية مؤكدتان أن وزير الدفاع عن ذاك جيمز ماتس وغيره من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع عارضوا بشدة هذا السيناريو طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى بالإفراج الفوري عن حراس المسجد الذين اعتقلهم لاحتلال الإسرائيلي اليوم وتمكن الفلسطينيون من دخول مسجد قبة الصخرة والصلاة داخله بعد تصديهم لاقتحامات جنود الاحتلال الذين اعتقلوا خمسة مقدسجين بينهم أربعة من حراس المسجد الأقصى جنود الاحتلال الذين حاصروا المسجد لساعات اعتدوا بالضرب على مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني وامتدت حالة التوتر والغليان إلى شوارع البلدة القديمة في القدس وسط نداءات بالدفاع عن المسجد أحيى التونس الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرى ما ضمن فعليات شعبية وسياسية فيما وجه الاتحاد العام التونسي للشغل بوصلته نحو الدفاع عن العمال عماد شتار شارع الثورة شارع الحبيب بورقيبة اختزل مشهد البلاد من شمالها إلى جنوبها في اختلافاتها السياسية وتناقض شعاراتها ورؤاها في تباين التوصيف بين لون سياسي وآخر لمصار الثورة ومنجزاتها وتحدياتها الإجماع يطغى على المشهد حول مكسبي الحرية والديمقراطية يقابله إجماع على إخفاق حكومات ما بعد الثورة في تحقيق مطالب الشغل والتنمية وكرامة العيش واضح أن الشعب مزال ملقاش اللي ينتظر فيه من الثورة ولكن الحرية لا تصنع معجزات اللي يصنع معجزات هو التضحية هو العمل بالإرهاب وبامتلاك أجهزة سرية لا يمكن أن نذهب إلى انتخابات قادمة في 2019 في ظل وجود تنظيم وفي ظل وجود حزب إرهابي موجود داخل السلطة الفشل وقضى وقدر في تونس الفشل هو قضى وقدر بالنسبة لاتلاف الحاكم ثماني سنوات على ثورة الحرية والكرامة ثماني سنوات من إطلاق غير مسبوك للحريات سواء للأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات لكن ماذا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عيد الثورة في ساحة النظال النقبي هو يوم لإعلان الغضب وللتمسك بالحقوق المشروعة للشغالين بالفكر والساعد هو يوم تعبئة لإنجاح الإضراب العام المرتقب إضراب يتوعد الاتحاد العام التونسي للشغل بأن يكون يوما فارقا في تاريخ البلاد اليوم مطروح تصعيد النظال اليوم مطروح هو أن التوانس الكل يستعيد الأمل في أن تونس أخرى أفضل ممكنة وهذه الإمكانية لا يمكن أن تهدى أو تمنح على الخط يتدخل رئيس الجمهورية في مسعى لنزعفة للتوتر السبسي يطالب الحكومة بالعمل على تفادي الإضراب لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق في دوامة التوتر والفوضى أيما اشتار تونس الميادين إلى العنوين بغداد محطة زيارات الملك الأردني ووزيري خارجيتي فرنسا وإيران عقب لقائه الحريري مساعد وزير الخارجية الأمريكي يهاجم حزب الله وقلق في البنتاجون من تسبب بولتون بحرب بين واشنطن وطهران الفلسطينيون يدخلون مسجد قبة الصخرة بعد التصدي لقوات الاحتلال ودائرة الأوقاف الإسلامية تدعو إلى الإفراج الفوري عن حراس الأقصى الثورة مزالت والثورة لم تمت ونتمنى أن الكلمة توسط تونس تحيي الذكرى الثامنة لثورتها دعوات للحفاظ على الإنجازات وانتقادات لاستمرار ترد الوضع الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين.net ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانل.لميادين.net إلى اللقاء موسيقى